ومن الأخبار اللي حصلت انباريح هنروح مع حضراتكم للأخبار اللي هتحصل النهاردة بإذن الله النهاردة حيستقنف طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية بعد العودة من أجازة عيد الأطحى المبارك يستقنفوا الامتحانات مع امتحان مادة الفيزياء بإجمالي 392.863 طالب وطالبة النهاردة كمان هتكون آخر فرصة للتقديم للمعلمين والإداريين للالتحاق بالوظائف الخاصة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية اللي تم الإعلان عنها يوم 14 يوليو اللي فات على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والنهاردة كمان منتخب مصر الأولمبي لكرة اليد هيواجه منتخب البرتغال الساعة 12 ونص دهر بتوقيت القاهرة في أول مواجهة للمنتخب في دورة الألعاب الأولمبية بتوقيت طبعا المجموعة قوية الدنمارك السويدة البرتغال والبحرين واليابان المستضيفة لكن منتخبنا لكرة اليد الحقيقة مليان نجوم عالميين عندنا أحمد الأحمر ويحيى الدرع والسند مش عايزين ننسى حد عندنا أمل في التأهل للبطولة ونحن نحقق المدالية بإذن الله يعني بطل أفريقيا والسادس مرتين قبل كده فإن شاء الله كل التوفيق لمنتخب مصر النهاردة وفي البطولة عمومة وزي ما أنت ما قلت إن فيه لعيبة بيلعب وفعلا فيه أندية كبيرة جدا إن شاء الله يرفعوا اسم مصر ويرفعوا عالم مصر في البطولة دي لأن كمان عندنا الأربعة الأوائل من كل مجموعة هيتأهلوا لدور التمانية وده اللي بيدي فرصة أكبر لمنتخب مصر في الفوز بإذن الله